موسيقى نساء الفل، نساء الورد، نساء الياسمين على كل مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج أوقات مع الناس النهاردة حلقتنا مش عادية، خليكم معنا وانتظرونا في مفاجآت حلوة قوي حلقتنا النهاردة في حب مصر، حلقتنا النهاردة لدعم وتوزيف شباب مصر على الهوى بدون أي رسوم من شباب بتحب مصر وتحيا مصر هنرحب طبعاً بتجوفنا الموجودين معنا في البرنامج شباب في حب مصر هنبدأ بقى طبعاً بأستاذ محمد سلامة، هو مدير تنمية بشرية ومدير تسويق جورنال الحرية وقيت شعار لمجموعة شركات وتوزيف معنا كمان باش مهندس الجميل اللي تواصل معايا وصاحب فكرة المبادرة باش مهندس ياسر الشربيني معنا الجميلة دكتورة فاطمة أحمد عبد الحليم أخصيية تغذية وخلي بالكم هتقول لنا مفاجآة حلوة قوي أولاين وعالهوى يلا كده معنا سريعاً نستعرض الشباب الجميلة اللي جاية توظف الشباب وتبقى مع الشباب وتدعم الشباب النهاردة في يوم جميل لحب الشباب أستاذ محمد سلامة أولاً أنا برحب بحضرتك ورحب بالسادة الموجودين ورحب بالسادة المشاهدين وكل سنة حضرتكو طيبين جميعاً يا فبا طبعاً طبعاً أنا برحب بأستاذتي طبعاً أستاذ عذير وبرحب طبعاً بكل المشاهدين اللي معنا دلوقتي وبيشوفونا ومستنيين الحلقة إحنا بنقول لهم إن شاء الله الحلقة إن شاء الله هتعجبكم وإن شاء الله خير واللي إحنا قلنا عليه هو ده اللي هيتنقذ إن شاء الله زي ما وعدنا يعني بإذن الله تعالى تماماً برحب طبعاً بالأستاذة والإعلامية المتقلقة دائماً أستاذة عبير ورحب بالسادة المشاهدين اللي عادين هينتظروا مفاجأة ومبادرة كمان مش دي أستاذة عبير ما كنتعرف بيها فيه مبادرة معمولة جميلة جداً جداً وبرحب بكل أستاذة القوامات اللي موجودين معينا أهلاً أستاذ بحضرات باش مهال دي سياسة عايزين نعرف في المشاهدين إزايت وصلت معايا وطبعاً فكرتك ومبادرتك الجميلة نشرحها كده لأستاذة المشاهدين على الهوى تفضل وصلتلي الزيج لا خليها باقي فصلتلك الزيج دي دي بصراحة دي كتأسهل حاجة لي إن أنا أوصل لأستاذ عبير بمعنى أنا أول هم أنا عرضت الفكرة دي على ثلاثة وما طبعاً مش هذكر أسماء ومن دونهم لأستاذ عبير خلي يعني الثلاثة تبقى أرضو أعلامين كبار أول واحدة يعني خدت بإيدي كده هي الأستاذ عبير عشان نبقى الصرحة من قبل أي حاجة قالتلي لا 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 أنا عوزها تعالي دي حبيت الفكرة الفكرة فكرة جميلة جداً فكرتنا إحنا شباب بنحب مصر فكرتنا دعم الشباب فكرتنا إن إحنا بنشغل الشباب بدون مقابل ودي اللي همني أنا ودي هدف البرنامج بتاعنا أو الحلقة دلوقتي فهي طبعاً بما إنها أستاذ عبير أستاذة وطنية وبتحب الشباب وبتحب الخير دعمتني إن إحنا نطلع النهاردة ونعمل الحلقة ديت وبالفعل إحنا حنعملها وبالفعل إحنا صادقين في كل كلمة قلناها وحنشغل بالفعل الشباب كل الشباب اللي عاوز نشتغل إحنا حنشغلوا مش حد بذاته بس أنا ليه طلب يعني أرجو إن الشباب اللي حيشتغل ده يرضى بالوضع الحالي يعني يرضى بال يعني هنقولها إزاي بالبلد كده بالفلوس اللي موجودة يعني يعني أنا مثلاً ما تجيش أولاً أنا عاوز كذا أو أعيز المبلغ الفلاني لا إرضى دلوقتي وبعد كده أنا بقول لحضرتك ما فيش حد بيبدل ثابت مثال صغير أنا النهاردة مثلاً مهندس اشتغلت في مجالات كتير هل أنا النهاردة اشتغلت بشهدتي مثلاً وفضلت لأ اشتغلت في مجالات كتير جداً مثال صغيراً أنا عملت برنامج هون يعني اجتهت اللي أنا عايز أقوله إن أنا اجتهت وبدأت وبدأت أروح هنا وبدأت أقول لأستاذ مثلاً أستاذ عبير وقبلها كان أستاذ طريق عبد الجابر طبعاً اللي هو كان بداية البرنامج في 2017 أو بدايته اللي هو ما هدلي على السكة أو على طريق إن أنا أعمل البرنامج دوت بتاع الشباب فطبعاً أنا عايز أقول إن إحنا صادقين في اللي إحنا قلنا فعلاً حنضعم الشباب فعلاً حنشغل الشباب رئيس الجمهورية نفسه بيقول لنا كده يعني الأب الروحي لنا أنا هقولها بصراحة يعني رسالة الرئيس عفتاح السيسي الشباب ادعموا الشباب وشغلوهم وإحنا النهاردة مويدين عشان كده عشان إحنا ننفذ المهمة دي وبدون مقابل وده شرطنا يا أستاذ عبير زي ما إحنا مثلاً قلنا وبنقول إن إحنا حنشغل كل الشباب بفندم وبدون مقابل لإن في ناس استغلت الفكرة بتاعتنا وبدأت يعني تعمل موضوع إن هي مقابل مادي وأنا وصلني وصل طبعاً لأستاذتنا إحنا بنعلن على الهواء وعلى الهواء مواشر إن إحنا شباب مع شباب مصر لتوظيفهم بدون أي رسوم نهائياً وطبعاً دوت حاجة تشرفنا وشيء جميل إحنا متطوعين به عشان ما فيش أي أقويل إحنا على الهواء بقول يا جماعة إحنا معاكم وتحت أمركم لدعمكم وطبعاً أنا كلمت مع أستاذ ياسر قبل كده بقوله إحنا عايزين نوصل معلومة للشباب إنهم ما يقولوش إن المرتب كام يعني أنا لو فيه المرتب مثلاً ألف أو ألف ونص بالنسبة للطلبة شيء جميل لو هتنزل تشتغل في أي مكان مش ضروري أي حد تشتغل بشهدته انزل تشتغل في أي مكان هتليك ألف ونص أو ألفين حلوين قوي هيبقوا رضا حتى تشيل المسئولية عن بابا وماما على الأل أثناء فترة الدراسة صح ولا غلط مش مش ضروري انزل اشتغل اشتغل هتقرش واشتغل وقف في تحمل المسئولية طبعاً هنرجع كده وأستاذنا الجميل اللي منورنا أستاذ محمد سلامة ربنا يخليك فرم مدير تنمية بشرية زي ما قال وطبعاً مدير جورنال الحرية ويقيد شقار لمجموعة شركات احنا عارفين طبعاً احنا عرفنا نفسنا بقى واتكلمنا كتير وسلمنا على بعض كتير احنا عايزين طبعاً نقول للسادة المشاهدين أن أستاذ محمد سلامة شاب بجد من الشباب المجتهد قوي رمز العطاء والتطحية وبجد وبذل المجهود أنه فعلاً بيبذل المجهود كبير قوي 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 لدعم الشباب وبسم الله م شاء الله الناس كلها طبعاً تشهدلوا بذلك وهنعرض فيديو الوقتي نعرض الفيديو أوكي نعرضه على الشاشة وبعد ما نعرضه لنا كلام كده مع أستاذ محمد تمام أستاذ محمد احنا عايزين احكي لنا انت بتعمل ايه وعرف الناس باللي انت بتعمله هو الفيديو اللي مرد ده حالياً ده كالجامعية التاميزو الأعاقة رئيس مجلس الإدارة الجامعية يتكلمني ان هو عايز تعمل حاجة مميزة لأم المثالية بيد عن كل الحاجات لأم المثالية ليما تروح البيت لابنها تروح له بهديها جميلة طبعاً أنا بديته الفكرة بتاعتي ان احنا أول حاجة هنعملها هندي الأم المثالية اللي هي عندها ابن معاق غير أي أم المثالية وده كان الترجم بتاعي ان انا قد أشتغل به طبعاً احنا عملنا لها مجموعة هدايا قدمنا لها طبعاً مصحف قدمنا لها سبعة اكترونية قدمنا لها هدايا ومنضم الحاجة دي احنا قدمنا لها جواب توصيف لكل إدم كل أم ترجع لابنها البيت رجع له به جواب توصيف ان هو النهاردة لو قاعد على قهوة أو موجود في أي مكان أو ده احنا النهاردة بنقوله احنا هموظفك النهاردة بدون أي مقابل وده الحمد لله مشينا وفيها والحمد لله العملية نابكة حد معانا كتير جداً والترجم بتاعنا الحمد لله الخمسين الأم المثالية ابنهم تعينوا والحمد لله فضل من ربنا وبدون أي رسيوم طب معنا اتصال أستاذ محمد المنيلي جريدة الجمهورية يا فندم مساء خير وكل سنة كل سنة وحضرتك وطيبين وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم الله يخليك يا ربي وجميل قوي إن في هذا الشهر المبارك حلقة جميلة وبتأجم خدمات للناس بالفعل أنا جريدت الجمهورية بتعمل باب اسم ووظفتك عندنا كهدية للشباب وتتواصل مع الـ HR في الشركات اللي هو خاصة الموارد البشرية من أجل توظيف الشباب بصراحة الأستاذ محمد سلامة كان من الناس اللي أسعدني لحظ مصادفة أن أكلمه كمرة من المرات علشان أتواصل معا لتقديم وظيف خاصة بالشباب فبصراحة كان عنصر أهم جدا وإساسي بالنسبة لي وبالنسبة لكتير من الشباب أو الفتيات والحق هو يقع لي لكن خلينا أقولك أن بالفعل محمد لم يدوره مش ما توقفش عند كده بس بل تواصل معايا وكان بيقدم لنا تلفونات لشركات أخرى والتواصل يعني العملية فقط من أطاقف عند شركاته فقط بل مجموعة شركات ولقيته بصراحة لما كان بينا أصدقاء وتكلمنا مع بعض فلقيته عامل جروبات كتيرة عن واتساب والفيسبوك خاصة بالتوظيف ومجانا دي نادرا لما تلاقي أن المسئولية بتروح لصحابها لأن المسئولية أمانة والمسئولية إنتانية فأنا بوجه شكر لي على الهوة محمد سلامة لأننا تصرفت إن إحنا تكون أصدقاءنا وهو من خلال باب وظيفتك عندنا بيقدمه لأمورية بيقدمه للشباب مجانا ويا فندم طبعا وإذا ما حضرتك شايف على الفيديو أستاذ محمد أني أستاذ محمد سلامة صديق لنا كلنا أنا حتى شايفني أنا وهو هوت في الاحتفال الجميل ذاته كان طبعا احتفال في عيد الأم للأمهات المعاقة أو الزوجة اللي عندها زوجها معاقة أو ابنها معاقة وكان طبعا الهدية بتاعتها وظيفة لابنها أو زوجها وبنشكرك جدا 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 على الاتصال الجميل ده جدا وبنرجع تاني لدكتورة فاطمة دكتورة فاطمة حضرتك دكتورة دغزية صح؟ تغزية فهمت تمام متخصص دغزية أسرشالي تغزية عايزين بقى نفهم من حضرتك كده ونفهم استاذة المشاهدين علاوكة التغزية النهاردة ودورك في حب مصر والله هي علم تغزية دلوقتي إحنا إزاي ناكل إزاي نشرب إزاي نمشي صح إزاي نصحح أخطاءنا إزاي نصحح عادتنا الغزائية في المجتمع اللي وصلتنا لأكبر مشكلة كبيرة أو أكبر مرض على مستوى العالم دلوقتي اللي هو السمنة والأوبزيت السمنة مصليتنا الأمراض كتيرة زي الكاردفاسكو دريزيس زي الديابيتك زي القنصر يعني مرض السكر مرض القلب مرض السرطان نفسه حتى فيروس كورونا دلوقتي ارتبط بالناس اللي عندها أوبزيت عندها سمنة ارتبط أكتر بالجسم ده ودي آخر الأبحاث اللي تعاملت على فيروس كورونا طيب إحنا قدرنا كتغزية فين؟ هنستنى لما يبقى فيه أوبزيت ونبدأ نعالج ولا هنبدأ نداهم ونبدأ أن إحنا إيه؟ خير وسيلة للدفاع للجوم أن إحنا نعمل إيه؟ تغزية سليمة نعمل مبادئ سليمة وده من خلال مبادرات ومن خلال حاجات عملتها برضو أستاذ محمد السلام هو الوصمي سيادة الرئيس عمل مبادرة حلو قابل مبادرة نتما هي لسه أقول لحضر هو كان الحافز لها مبادرة دي بتتعامل طبيا طبيا جميلة جدا جدا عمل مبادرة دي طبيا جميلة جدا وبتفعل بقالها ثلاث سنين وألحق بهم مبادرة اللي أقل بدنية طب إيه الحلقة الوسط بينهم اللي تربط هي التغزية لأن السمنة تعالج غزائيا وليس طبيا في بعض الحالات تحتاج إلى أدوية ولكن في طول الوقت أو معظم الوقت هي علاجها غزائي أستاذ محمد السلام هو اللي وصلني برضو لجمعيات الخير منهم جمعية تنمية زو الإعاقة واللي حصل مفاجأة إن الناس اللي ما بتتحركش وغير قادرة على الحركة إنهم خسوا فعلا ماشاء الله من خلال التغزية فقط ومشروبات من حياتنا مفيش أدوية لأن أي أدوية لها صايد إفت لها عارات جانبية مفيش أراس مفيش علبة بكزة لا فيه أعشاب بسيطة من عندنا طيب مفاجأتنا بقى لحضرتك لها لنا على الهواء هقول لحضرتك الأول مفاجأتين اتفضلي بقى أول مفاجأة أول مفاجأة إن إحنا عندنا استعداد نخسس لناس أونلاين تمام أي حد عايز يخسس أونلاين معنا وأي حد عايز يعرف التغزية السليمة إزاي يمشي صح قبل ما يقع في الغلط إن هو يبقى فيه قبزتي دي أول حاجة طيب إحنا الوقت معنا اتصال سيادة اللوة صلاح الشربيني مدير مدرعات سابقا مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى ديوفك الكرام مساء الفل وطبعا إحنا بسعيدنا ببرنامجنا أوقات مع الناس إن إحنا طبعا نتلقى على الهاتف مكالمة من سيادتك يا فندم وكلنا سعداء بحضرتك اتفضل أهلا وسهلا وكل عام وإنتم بخير وحضرتك طيب إحنا طبعا دايما بنقول إن الشباب هم القوة الضربة لمصر الشباب بتعونى قدامهم فرص عمل كبيرة والدولة بتهيئ لهم فرص عمل كبيرة وإنتم ملاحظين اهتمام السيد الرئيس بالشباب من أول توليه لأن الشباب يعتبر أهلا تقريبا أزد من 50 أو 60 في المية من شعب مصر برضو يجب أن كل شاب يكون عنده طموح أنه يعمل ويبحث عن العمل ما ينتظرش العمل يجيله لحد عنده ومصر فيها فرص عمل كبيرة مصر ولادة بشبابها فيه فرص عمل كبيرة وشبابنا عنده طموح ولازم طبعا يا فندم الشبابنا يسعى وما يقولش أني أنا لا ده أنا مستني وظيفة معينة لا إذل كافح واشتغل لا ده بالعكس شباب مصر دايما بيسعى للعمل وإحنا شايفين اهتمام الدولة وشايفين اهتمام سيادة الرئيس طبعا سيادة الرئيس وشايفين اهتمام سيد رئيس الوزراء سيد رئيس الوزراء وكل الوزراء لأن الشباب هو القوة الضربة بتاعت مصر هو القوة الضربة بتاعت مصر تمال الدولة يا فندم بتسعى وبساند شباب مصر تمام احنا الشباب بتاعنا يسعى للعمل ويبحث عن كرس العمل ده لأن احنا قوتنا في شبابنا ولا احنا قوتنا في شبابنا والناس الكبار الزاحلتنا لديهم الخبرة وإحنا بيمدوهم بهذه الخبرة وما بيخلوش عليهم بحاجة تمام طبعا كل سلامة طيب يا سيادة طبعا أشكرك جدا ونرجع تاني لأستاذ ياسر وهو ده اللي احنا بنقول عليه يا سيادة عبير ان احنا النهاردة بنمهد لهم العمل ده اللي احنا بنقول عليه ده اللي قال عليه سيادة اللواء دلوقتي الشباب شبابنا شبابكو بس احنا بنوفر لكم بقى خلاصوا عشان ما تقولش أصلي ما فيش لا فيه وإحنا بنوفر مع حضرتك فعلا فرص العمل وليه طلب صغير يعني أنا بطلوبه يعني ده مني أنا لسيادة الرئيس طبعا نفسي يعمل كتاب بداية من ابتدائي هنقول من ابتدائي تمام يعرف يعني ايه الكوات المسلحة ويعني ايه الشرطة المصرية ده كتاب كتاب صغير جدا الطفل بس يعرف انجازات الكوات المسلحة على فكرة بس بهم وقاطعة هو سيادة الرئيس مهتمة قوي بالجانب دوت لاني فعلا فيه الوقتي فكرة قوي بالنسبة للشباب وتوعية لوزارة الداخلية وحب وزارة الداخلية ليهم وطبعا والجيش والانتماء الوطني والإتمام بالمرأة الكتاب دا ليه أستاذ عبيرك عشان أنا أنامي جيل من صغره عنده حب الوطن تمام أنا بقولش ما فيه حب وطن بس أنا بقول لكم وما أنا بطلع جيل من صغره عنده حب الوطن عنده انتماء للوطن عنده انتماء إن هو يشتغل مايفرقش عنده حياخوت كام قد إن هو يشتغل ويطبر أكيد مافيش إنسان يا فندم كبر مرة واحدة مافيش إنسان مرة واحدة لأ نفسه معاه مثلا قد كده المبلغ اللي هو عايزه لأ بدأت من الصفر قولنا بنبدأ بدأنا من الصفر قولنا بنحض النهاردة ما بقى النهاردة نقول مستوانا بقى كويس يعني أو بناخد الرقم اللي إحنا كنا بنفكر فيه هو ده اللي إحنا بنقول يا جماعة نبدأ يا جماعة إحنا بنساكر تمام إحنا الوقت يبدأت معينا اتصال أستاذة رحمة ألو مسائل خير مسائل فل يا أستاذة إزاي حضرتك يا أستاذ عبير إزايك يا أمر عامل إيه كل السنة وحضرتك طيبة وأستاذة المشاهدين بقى ألف خير وإنتي بالصحة والسلامة أنا أحب أن أشكرك وأشكر أستاذة الحضور مع حضرتك ديوفك الحلقة النهاردة بجد أنتم شرفيننا ومنورين الدنيا كلها تسلامي وأعيز أقدم شكر لأستاذ محمد سلامة على المجهودات الفضيعة اللي عملها معي على كده بقى محمد محبوب الجماهير فإحنا خدل دوق مننا قوي بعدين بقى ربنا خليني يا ربي أستاذ السلامي كل سنة ونطير كده يا رحمة ماشي يا رحمة أنا بس أحب والله يقول على الخدمات اللي هو بيعملها من أنه هو فعلا وقف جنب الشركة وقف جنب الشباب بمجهودات فضيعة بدون أي مقابل أستاذ عبير يا نعم حضرتك سمعاني سمعاكي تمام أنا بقدم له شكر المرة تانية والله على المجهودات الفضيعة اللي هو أعملها مع الشركة ومع الشباب بدون أي مقابل شكرا يا أمر ونرجع تاني ونقول له أستاذ ياسر حلمك تحقق ولا لسه هو تحقق أن أنا بوجودي معكم بجد ورحمة بجد ورحمة واتحقق أن أنا قعدت مع إنسانة مادة إيديها بجد وقالت آه هنعمل وحنبدأ وكنا صدقين في اللي إحنا قلنا حسدق لأن النهاردة إحنا معايا طبعا أستاذ محمد أنا مش هتكلم بقى كتير طيب إحنا بقى بس شوية كده على عجالة عشان خاطر إحنا بقى إنا من الوقت حاجات بسيطة تمام وبدأنا أن إحنا ننهي البرنامج فطبعا معانا أستاذ محمد HR يعرف في الناس يعني HR وهو بنفسه هيعرف تليفونه قدامي الناس كلها كل المشاهديننا يحضروا كده ورق أو ألم يكتبوا الرقم عشان يتواصلوا معاه أني هو اللي هيبقى مسؤول التوظيف أهو أهو أستاذ محمد أهو عشان أبصي محموبي أنا بصي عندي شوية يعني نفسانك كده منه ماشي ها ولو أنه صديقي الشخصي بس أهوت عشان أنا بصي برمي المسؤولية عليه على ابنير على فكرة على فكرة تعال وقول لكم بقى أستاذ عبير برضو حاجة بس كده هو شوية ماشي لو حد اتصل بي وما ردش عليه يتصل بي فورا ماشي أستاذ محمد أستاذ عبير احنا كده الواطس طبعا لو في حالة الاتصال لو التلفون في أي وقت مجغول أو في انتظار أنا ده مرد دايما لإما على التلفون لإما على الواطس باستمرار تماما حتى لو هتبعتلي الوظيفة بتاعتك المؤهل بتاعك وسنك هتبعتلي على الواطس أنا سني كذا والمؤهلي كذا وإن شاء الله بإذن الله هبدأ أرد عليك على الواطس على الوظيفة إن شاء الله على الماكدة التي توجه عليه سواء لإما مصانع لإما شركات طب معنا اتصال دكتور محمد فكري ايوه دين وباطل لو كنت اتكلم معنا ازاي حضرتك يا دكتور اخبارك الله يخليك عامل ايه من يوم الحفلة كده ما شفناش بعضينا ازاي حضرتك بقول لحضرتك من يوم الحفلة ما شفناش بعضينا ربنا خليك يا فنم ده شرف لنا ان شاء الله ربنا خليك تفضل انا يعني احب ان انا اشكر الحضور الجميل استاذتنا الدكتورة فاطمة واستاذنا الدكتور محمد تلامة واستاذ ياسر على المجهودات الجميلة جدا اللي بيعملوها في مجال الخدمة المجتمعية متمثلة في الدكتورة فاطمة طبعا والبرامج الجميلة جدا الخاصة بالتخزية واستليمة وبرامج انقاص الوزن بصراحة عاملة مجهود فضيح جدا في جماعية عندنا الله يخليك افنن بجد والله انا مش بجامل لكن عايز اقول فعلا يعني المجهود فوق الوصف الاعضاء كلهم فعلا ابتدوا شكرا يا دكتور متشكرين يا دكتور لان وقتنا مفيش اللذية يا دوبك وهنختم فعايزين المفاجئة بتاعت دكتورة فاطمة لان الناس كلها مستنيع على نار فعجالة كده يا دكتورة فاطمة ورقمي معروف معلو استاذ محمد سلامة هيعلن عنه هو بجانب مبادرة اتعاملت في حب مصر اللي هو التوعية وعنعمل كوادر تلف انحاء جمهورة مصر العربية بدقة من مركز القامل بحوث بعد العيد هنعمل كوادر فيها حلق محاضرات وتدريبات أي حد ممكن يحضرها وجزء تاني من المبادرة تابع الجامعية اللي بيرقصها دكتور محمد فكري ونائب رئيس مجلس الإدارة اللي أستاذ محمد سلامة قلوب متحبة في الخير طيب على عوجيالة كده رقم دكتورة فاطمة أستاذ محمد رقم الدكتورة فاطمة برضو هيبقى التواصل برضو من خلالي على 0485501 وإن شاء الله هي معي بكل استمرار في كل وقت وفي الجامعية معي باستمرار طبعا حلقتنا مش عايزة حلقة واحدة دي عايزة حلقات في حب مصر والمصر وتحية مصر يحية رئيس مصر البطل الجميل اللي عنده بمصر بر الأمان والسلام تحية كبيرة قوي لوزارة الداخلية رجال الداخلية شرفاء الأوفياء العين السهرة على حمايتنا وأمن وأمان البلد تحية كبيرة قوي الجيش مصر العظيم تحية كبيرة قوي طب ممكن أقول حاجة بقى في كالجيش مصر دي كنت منتمي لجيش مصر أربع سنوات الكيان العظيم دوت كنت ضابط وبعد كده نقيب فتعلمت منه كل المبادئ وكل الحاجات الكويسة دي في حب مصر أستاذ محمد تحية مصر أستاذ ياسر عاش جيش مصر العظيم عاشة الداخلية العظيمة وتمالي بنقول تحية مصر وقوعوا تروحوا هنا ولا هنا بعد الفاصل رجعين معانا ختم المساك ختمها مسك سوري معانا حاجة جميلة قوي من القيادات الداخلية ومعانا محد من منظمة حقوق الإنسان وقوعوا تروحوا هنا ولا هنا انتظرونا بعد الفاصل وبي باي اشتركوا في القناة مساء الخير ورجعنا لكم بعد الفاصل وطبعا زي ما بنقول ختمها مسك فاكرتنا التانية مع سيادة اللواء محمد رمضان وسيادة المستشار صلاح الدين عبدالعظيم نعرف بقى سيادة المشاهدين سيادة اللواء يعرف نفسه اللواء محمد رمضان مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الامن الدولي في مكافحة المخدرات ومحاضر في الكليات والمعاهد الامنية في مصر وبعض الدول العربية أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومنور طبعا برنامجنا أوقات مع الناس وكل سنة وحضرتك طيب وانت حضرتك طيب طبعا سيادة المستشار صلاح عبدالعظيم يعرف نفسه لسادة المشاهدين صلاح عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الناس الحر والمنظمة المصرية في بداية حلقتنا كده معنا قامات من قامات المجتمع سيادة اللواء محمد رمضان مساعد وزير الداخلية الأسبق ومعنا قامة جميلة سيادة المستشار صلاح عبدالعظيم ونسأل بقى سؤالنا الجميل ونوجهه لسيادة اللواء ما الدور الترباوي الذي تتجه به وزارة الداخلية لتوعيد الشباب يا سيادة وزير الداخلية الأسبق يا سيادة مساعد وزير الداخلية الأسبق الله يكريم يكريم أولا في بداية اللقاء أحب أوجه تحية شكر وتأييد للسيد الرئيس عفتاح السيسي وهو اللي أنا بعتبره هبة السماء لمصر واللي أنقذ مصر من براسم الإخوان وبشكر القناة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي في صوبها الجديد وبرامجها اللي حسيت أن هي بتوصل للشباب في بعض الدول العربية وبتتبع بعض البرامج اللي هي فيها متعلقة بالشباب وده الدور اللي بتنادي به الدولة المصرية هناخد من حديث السيد الرئيس وهي توعية الشباب وتوعية الشباب الحقيقة السيد وزير الداخلية محمود توفيق راجل نقل وزارة الداخلية نقلة غير مسبوقة في تاريخ وزارة الداخلية إنه هو مسك جميع القطاعات الخاصة بالوزارة وهي كتير جدا لما تيجي تبصي لوزارة الداخلية عندها قطاع الأمن الدولة الأمن الوطني وعندها المباحث الجنائية وعندها الأمن العام وعندها كل مناحي العمل فيه داخل اللي احنا فيها لها علاقة بالمواطن سواء باستخراج البطاقة أو جواز الصفر أو الدفاع المدني أو الأمن العام في الإسام كل ده الحقيقة السيد الوزير طوره وبدأ التطوير بحاجة اسمها التدريب أنا ما أقدرش أدي لحضرتك أي أداة أو أي حاجة تستخدميها من غير ما تتضرب عليها الحياة الراجل أنا ببعث له تحيط شكر السيد اللي هو محمولته في الوزير الداخلية أنه هو قد قطاع التدريب مساحة جمدة جدا للسادة الدباط وجميع العاملين من الأفراد في التدريب على جميع الأدوات الحديثة اللي الدولة أتحتها دي طبعا وزارة الداخلية اهتمت بالشباب وده شعار رئيس الجمهورية أنا لما أجي أهتم بالشباب هنا في مصر والشباب في الدول العربية أقول لهم حاجتين الحاجة الأولانية أنتوا بتشوفوا السيد رئيس الجمهورية بينزل يتريد داخل أكاديمية الشرطة وداخل كلها الحربية وفي جميع مناحي مصر بينزل يتريد أي مسؤول بيكون له خلفية أمنية فكل تصرف بيعبله لابد أني أخذه بمحمل إيجابي وادرسه دي رسالة السيد الرئيس بيبعثها للشباب وزارة الداخلية عملت بالإضافة لجميع المؤتمرات السادة الزملاء اللي في الخدمة بينزلوها وبسفروا في مكافحة المخدرات بيعمل هنا دورات وتوعية للشباب أنا بدوري كراجل خبير في مكافحة المخدرات وبروح بعض الدول العربية زي الدمارات والسعودية وليه كتب بتدرس في الأكاديبيات والحاجات العربية خاصة في مكافحة المخدرات ببساطة كده لما أقول للشباب إن المخدرات اللي هي ببساطة كده اللي هي المحروقات الحشيش والحاجات اللي إحنا بنحرقها اللي فيها زيت الحشيش أو حاجة زي كده لو جبت الإنسان وقسمته إلى ثلاث أجزاء الراس السدر الجزء السفلي المخدرات لها تأثير على الراس وده كلام طبي مش أنا اللي بقوله ده ده حاجة إحنا درسنا في أمريكا وفي جميعنا هو يا خندم بيحضرني سؤال طبعا بالنسبة للجزء دوت في أني أقول لحضرتك هل تستطيع تلخيص العقل السليم في الجسم السليم للشباب؟ آه طبعا أنا لما يجي أقول العقل السليم في الجسم السليم ده كان شعار مدرسة اسمها المدرسة السنوية الرياضية تمام لو أنا قلت لحضرتك المدرسة دي وانشأت سنة 68 كانت عددنا 98 تمام لو قلت لك عدد الناس اللي فيها هتوزالي حتى الشاب اللي هاسمعني هيعرف الأسماء اللي أنا أقول هاله دي تمام هقول لك في جميع المناحي يعني لو قلت لك مثلا السنوية الرضية اتخرج منها كم راجل أعمال زي صويرس وزي أحمد أبوهشيما هقول لك جمال سليمان وحسين سويلا أبو محمد الشبراوي وعبد العزيز محمود وحمد شرة وعلي عبد النبي الناس دي صحاب شركات كبيرة صحاب شركات كبيرة على مستوى مصر والدول العربية لما أجأ أقول لحضرتك مثلا إيهاب كاسب ومجد وحيد فريد وعلى الشواربي وعلى الحالبي وفوز فضالي وحسام الكاشف والشكشاكي وعبد الخلق خوجة الناس دي فتحة بيوت ناس كتير جدا من خلال المصانع ومن خلال الشركات وبرضو بطمن الشباب إحنا بدئين يا جماعة إحنا من أسر عادية جدا كل فيها إحنا دخلنا المدرسة السنوية الرضية كان سلاحنا الوحيد إن إحنا ناس رضيين والرياضي ليس له في السجاير وليس له في الصهر وليس له في أي حاجة كانت مدرسة داخلية دخلنا أسر مصرية عادية خالص أبهاتنا ناس صعادية كان اللي يفرق بينه بين أي واحد تاني طيب معنا لوقتي على الكامي على البلازمة على الشاشة شهادات حضريتك طبعا اللي أخذها نستعرضها وكده مع السادة المشاهدين شوفها كلنا كده مع بعضنا ده شهادة دكتوراه فخرية من جامعة كيلبرج في مجال مكافحة المخدرات تمام تاني ده كتاب مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية اللي أنا بدرسه واللي هو بيتداول في السوق المصري وبعض الدول العربية تمام وده كتاب بتاعي برضو عن تأمين البنوك وغسيل الأموال وده برضو بيدرس في بعض الدول العربية والأكاديميات الأمنية تمام طيب نكمل بقى أكمل بقى حضرتك أنا عايز بس أكملك على القامات اللي خرجت إحنا عندنا أكتر من سفير خارج مصر الناس دول بيمثلوا صفرة لما قول ساد منصور في لندن أحمد الوزان محمود جوهر غباشي مجد حجاب صفة إبراهيم حسن مصطفى ياسر عواد الناس دي كلها في دول لندن وأمريكا وأمريكا وحاجات زي كده الناس دي خارجة السنوية الرضية شأت طريقها خارج مصر عملت لنفسها كيان خارج البلاد ولما قولك مثلا واحد أكبر شركة سياحة على مستوى العالم في إنجلترا بتاعت واحدة محمد الشبراء وخارج السنوية الرضية تستغرابي لما قولك مثلا في قمع ودي صورتك وحضرتك بقى أشرح لنا كده لستدامي شهدين دي صورتي وأنا بستلم شهادة الدكتورة الفخرية من جامعة كيمبرج تمام من جامعة عندنا بقى داكاترة برضو خارجين السنوية الرضية لما قوله حضرتك أكبر جراح قلب في مصر بعد مجد يعقوب الدكتور عادل البنة اللي هو كان مدير معادل قلب خارج السنوية الرضية لما قوله حضرتك الدكتور بونير عبدين الناس دي كلها اللي بتسمع الأسماد عرفها وبتحتاج بيها لما قوله حضرتك الدكتور مهندس حسن عبد العزيز الأول على كلية الهندسة جامعة اسكندرية لما قوله حضرتك الدكتور حسين عيد مدير مع التربية الرياضية لما أقول لحضرتك الدكتور سيد شحاتة مدير مع التربية الرياضية بتاع اسكندرية لما أقول لحضرتك الدكتور محمد شلبي بتاع الأعصاب أجي بقى للناس اللي هي غوية كورة وعايزة تعرف المشاهير قبل ما أقول المشاهير دول خد عند حضرتك بقى كام لواء اتخرجوا من السنور الرياضية أول لواء يا فندم الفريق إبراهيم النصوحي ده رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ده خد يجي السنور الرياضية دفعتك لما أقول لحضرتك اللي هو أحمد الهياتمي ده كان محافظ السويس السابق كل دولة السنور الرياضية لما أقول لحضرتك اللي هو بجد شلبي اللي هو سامح نصير اللي هو متحة البكري اللي هو عمر أبازة كل دول يا فندم وصلوا لدرجة الوقات طيب لما نيجي بقى لخارجين اللي وقت بتاع الشرطة اللي هو برضو خد يجي السنور الرياضية اللي معايا اللي هو دكتور محمد درويش واللوقة حسن رفعت واللوقة سامح شكر الله واللوقة مونير وحيد فريد كل دول يا فندم خارجين السنور الرياضية طيب الشباب اللي هو يحب الكورة أو يحب حاجات زكرة أقول لهم ايه بقى من خارجي السنور الرياضية وكان معانا محمود الخطيب كابتن الأهلي عبازي العب الشافي زيزو إكرامي مصطفى يوني السامري التفاهني محمد أبو ليلة عادل أبو جريش حسن درويش عندك من الزمالك الكابتن الكبير فاروق جعفر وغنم سلطان ومحمود الخواجة وعبد الله الناغي وسمح نصير وعصام الصبا كابتن الاتحاد كل دول يا فندم خارجين السنور الرياضية مفيش واحد فيهم فاشل مفيش واحد فيهم أبوه كان مليونير أو زقه أو وسطة أو حاجة زكرة أقط الفرق بيني وبين أي واحد تاني إن احنا كنا عايشين في بيت أربع أوض هو خمس أوض ده ثلاث أوض الكلام ده اتفضل يا فندم نرجع بقى لسيادة المستشار صلاح حد العظيم وبعدين بنرجع لحضرتك اتفضل يا فندم في سؤال تاني اتفضل سيادة المستشار صلاح حد العظيم طبعا يعني منظمة حقوق الإنسان ورئيس جريدي صوت الناس الحر اللي أنا شخصيا يعني سعيد وتشرفت أني أنا أكون تلميذة من تلامزة تلميذة نجيبة طبعا صلاح به ودي جريتي الجميلة طبعا اللي تربينا كلنا على إيد صلاح سيادة المستشار تربية بجد يعني أني إحنا مصدقية إنسانية صراحة ودوح بصراحة كان بيعلمنا إنسانية بشتى المقييس وأنا طبعا كتبت عنده بباب الإنسانية كتير قوي 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 وبعتز أني أنا اتخرجت من مدرسة المستشار سيادة المستشار صلاح الدين وطبعا مش هنسى جريدة المصري الآن اللي أنا سعيدة أني أكون نائبة مديرة العلاقات العامة ودكتور محمد نصر طوه بأوجه لك رسالة وأنا موجودة كده قدامي سيدة المشاهدين وعلى الهوى أنا طبعا سعيدة وفخورة أني أنا تلميذة صلاح بي وطبعا محمد طاها نصر وبعتز بالجارتين دولة قوي قوي القريبين لقلبي شكرا نرجع ونقول لسيادة المستشار متى جاءت فكرة تأسيس المنظمة؟ أولا أنا أنا بشكرك على المقدمة الجميلة ديت وإنت حضرتك من التلامزة المكتهدين التلميذة النجيبة اللي حضرتك طلعتي واشتغلت في القضاءات الفضائية دي حاجة أنا بعتز بيها إن تلميستي أشوفها النهاردة بتصطدفني حاجة يعني أنا سعيد جدا بيها يا فندم إذا كنت أنا وجودي في المكان دوت وإني أنا بصطدف حضرتك حضرتك صاحب مكان وأنا تخرجت من مدرسة معليك وأكيد كل الفضل والجميل والعرفان لحضرتك وطبعا محمد بيه طاها نص فأنا بجد بجد فخورة بيكم جدا حضرتك إنسانة مكتهدة ونشيطة ده اللي خليك وصلت اللي أنت فيه دلوقتي إن شاء الله أشكرك يا فندم أشكرك وفي البداية برضو بشكر حضرتك وبشكر القائمين على القناة وبهن القناة في سوابها الجديد وبنعي شهداء اليوم شهداء القطار اللي هو تقلب النهاردة قبل الفطار بنعي شهداء فإحنا بداية فكرة عمل المنظمة المصرية لحول إنسان كان صديقي السيدة اللواء نحمد رمضان فكرنا فيها في سنة 2011 فقلنا نعمل حاجة منظمة حقوقية تنموية تخدم الشباب وتخدم المجتمع المصري ومن هنا عملنا عدة لجان حوالي 41 لجنة فيها لجان تقص الحقائق لجان العمال الحرة العلاقات العامة جميع اللجان اللي بتخدم المجتمع المصري فعملنا لكل لجنة رئيس لجنة ونائب رئيس لجنة يعني فيه رئيس لجنة الصحة ونائب رئيس لجنة الصحة رئيس لجنة الصحة ده ونبعث أي مشكلة بتتبعت عن طريق الفاكس أو الإيميل للمنظمة بنخاطب فيها رئيس لجنة الصحة حضرتك الوقت بتتكلم على الخدمات الخدمات اللي بتقدمها المنظمة اللي انت بتقدموها احنا شهرنا في 2011 بحيث ان احنا نخدم المجتمع المصري وجامعة بنساعد الجامعيات الخيرية برضو الجامعات الجامعيات اللي هي حقوق الإنسان ان احنا بنساعد الشباب في توفير فرص عمل برضو يعني احنا عدنا لجنة العليا للشباب ده السؤال ده الموضوع بتاع الحلقة بتاع النهاردة ده أنا بقى طبعا السؤال اللي احنا النهاردة برنامجنا بيتكلم عن توظيف ودعم الشباب فحضرتك طبعا لما قلنا قلنا فكرتنا حضرتك ما تردبتش وجيت انت هتطرح وظايف للشباب فنترحها كده للسادة المشاهدين فيه عندنا وظايف كثيرة جدا ولكن انا حابب اتكلم ان الشاب ما بتخرج بلاقي فيه فجوة ما بينه وما بين العمل اللي هيشتغل ففيه عندنا الدكتور شوق عوض بعت لنا برنامج ان احنا نعالج الفجوة دي ندي دورات للشاب اللي هو هيشتغل بحيث ما يخش سوق العمل يقدر يشتغل بدون ما يحصل له اي مشكلة او قلق او انه يقابل مشكلة خطيرة انها ما تخلوش يقدر يشتغل تمام فا احنا بنعالج الشكوى دي بالبرنامج اسمه برنامج مكانة برنامج مكانة ده وتبدي دورات برضه في التنمية البشرية بالدورات في العمل اللي هو هينوط به يعني يا كندم احنا الوقتي وعالهوى بنترح وظيف طبعا سيدة المستشار صلاحة بالعظيم بيعرض لاستاذ المشاهدين والشباب والفتيات فرص طبعا توظيف اهوة وطبعا هيحط رقمه لسيدة المشاهدين التواصل معي على اساس ان اي حد عايز اشتغل في الجريدة يا اهلا وسهلا فمع اساس المشاهدين عندنا فرص عمل كويسة لجميع المؤهلات عندنا دورات بنديها في الاعلام دورات بنديها في القانون دورات في الاعلام بنجيب حد زي حضرتك كده يدي الدورة عندنا بحس الطالب او المتخرج او الخريج يقدر يتقدم في القناة ويبقى ويشتغل من خلال الدورة اللي هو اخدها تمام تمام ما يتقدمش للقناة كده ما يبقاش عنده علم حتى لو خريج اعلام معنا اتصال بس ماشا دكتورة صفية فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سلام حضرتك طيبة مرسي حضرتك من ورد دنيا كلها ده نورك يا فندم والله كل سلام حضرتك طيبة وانت في صحة وسعادة انا بس بانتهز الفرصة ابارك للدكتور محمد على الدكتوراه وبقول له انت انسان جميل جدا يا دكتور محمد وهو دكتور بأمانة ساعدني كتير رغم صغر سنه الا انه الصراحة دكتور محمد قمة في الاخلاق والخير ده يا استاذة صفاء دكتور محمد سلامة صح ايوة دكتور محمد سلامة تنمية بشرية تمام تمام ايوة فندم دكتور محمد اضاف لي كتير جدا وهو اللي دربني على الـ HR انا معاهي دكتوراه في الـ HR بس الدكتور محمد هو اللي تولى تدريبي تمام وبأمانة اضاف لي كتير جدا جدا وهو زميل عمل انسان خلوق جدا وانسان يعني بيتقل في المؤسسة اللي بيشتغل فيها بنشكر حضرتك يا استاذة صفاء على المدخلة الجميلة دي مرسي ونرجع تاني لسيادة اللواء ونسألك سؤال ممكن تعريف المنهج والتخطيط الامني التي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ وامن الاستقرار داخل مصر بداية انا عايز اطمن السادة المشاهدين والشباب ان الامن الوطني المصري اللي هو جهاز امن الدولة يعني ده اقدم جهاز امني موجود في الشرق الاوسط ونشئ سنة 1883 تمام له معلومات عنده للجد الرابع ليا تمام ومصنف دوليا من اقوى اجهزة الامن داخل مصر تمام او في المنطقة العربية كلها تمام السيد الوزير الحالي ابن جهاز امن الدولة وكان اختيار صائب من السيد رئيس الجمهورية جهاز امن الدولة يا فندم بعد الثورة موضوع تاني وقصة تانية انا بطمن الشباب ان لا حد يلعب في دماغهم ولا يمشوا ورا الشائعات احنا عندنا اقوى احنا متطمنين بجهاز داخلية جميل متطمنين طبعا العين قوي جهاز داخلية قوي بجهاز دحامي امن واستكرار طبعا البلاد العين الساهرة من اجل حماية الوطن والمواطنين بحية كبيرة قوي لوزارة الداخلية مرسي قوي فانا بتكلم على جهاز امن الدولة اللي هو باصدار من السيد الرئيس الجمهورية في شراكة وتعاون بين وابين المخابرات العامة والمخابرات العسكرية وهم من اقوى الاجهزة على مستوى العالم خاصة جهاز المخابرات العامة المصرية اكيد طبعا وعلى رأسه رجل واستاذ فاضل وجميع من مسكوا المخابرات العامة رغب من دانا زابط شرطة انما هم اساد زيتي واخدت دورات في امريكا وفي انجلترا في مجال الامن والحباية الامن الوطني وحاجات زي كده فمصر ماشية بتوازن وفي رئيس جمهورية اصلا تابع يعني طالع من جهاز مخابرات يا رجل فاهم كل كلمة يقولها يا فندم لازم ندور وراها وقصده منها ايه ونمشي وراها وننفزها فطمن الشباب ان وزارة الداخلية عندها جهاز امن الدولة عندها جهاز المباحث الجنائية من اقوى الاجهزة بتشتغل باي مايند مفيش عندنا الاليات كنت بروح اسافر في انجلترا اخد الدورة يقولولي في بصمة اسمها بصمة الصوت وبصمة حاجات كلها بتعتمد على التكنولوجيا حضرك لو شفت الافلام الامريكية تلاقي قضية واحدة وراها خمسين ستين زابط عشان قضية واحدة هنا الزابط هنا بيشتغل في المخدرات وفي الاداب وفي الارهاب وحاجات زي كده لما جوم الاخوان المسلمين ونشقوا ومشوا في الطريق الغلط بتاحهم تحولوا من انسان سوي الى رجل ارهابي انا لما باجي على الجبهة كاخوه يا رجل زابط جيش بيحارب عارف عدوه انما ده انا مش عارفه رجل خسيس بيبقى ماشي جنبي في الشارع وهو لابس هدومه ملك زي ويحطيلي بفرقعات ده بياخد مجهود ولا ما بيكونش مجهود بياخد مجهود اذا وزارة الداخلية زي ما بتهتم بالامن السياسي والامن الدولة بتهتم بالامن العام بتهتم بالمواطن ان هو يخش يجيب البطاقة بتاعته وقعت في البيت يجواز السفر وقعت في البيت بيحجي يرؤ جميع ما هو متعلق بوزارة الداخلية هناك تطوير جامد 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 طبعا الداخلية بتقوم بدور كبير اوي لامن وامن المواطن وطبعا احنا سعداء اوي بوودك معانا كاقامة كبيرة اوي اوي ومكانتك عالية وسطنا كلنا وطبعا احنا نوجه كده كلمتنا لسيادة المستشار ونقول له وجه رسالة للشباب وقول كلمتك وشوفي التوظيف اللي حضرتك عنه عليه في عجالة لان وقتنا ما فيش اللي ديئة ان الشباب كل واحد يسعى الى العمل يدور على شغل فيه شغل موجود في البلد حتى لو هتبدأ مشروع ولو بألف جنيه في عندنا وظائف برضو انت ممكن تشتغل عندنا برضو من خلال الجريدة بسوط الناس الحر وممكن نوفق لك شغل من خلال الجريدة عندنا في الجريدة او في خلال احنا عملنا بروتوكول بيننا ومن المصارع وده اعلان وده أساسا اهوت حاجة صريحة ممكن نوجهه المصارع برضو يشتغل فيها بيعلن عن فرص توظيف ممكن حضرتك بس تليفونك على عجالة كده كلمة بقى طبعا بسيطة يوجهها طبعا سيادة اللي هو للشباب عشان بنيختم البرنامج والله انا بوجه الشباب اقول لهم فيها حاجتين تهتموا بيها نمر واحد الرياضة اتنين الابتعاد عن المخدرات تالت حاجة انك انت اقتعي بكل كلمة بتحاط من حواليك احنا في ظروف الوقتي لابد ان احنا نساند الدورة المصرية نتكاتف مع بعض ونسمعش كلام حد اكيد طبعا واذا كنت المستشار صلاح قال عنوان على بعض الشركات هناك وانا جاي لحضرتك انهوات شركات كبيرة اكيد طبعا قالت لي والله احنا بندور على شباب الشغل كتير يا سيادة اللي هو يا فندم المهندس محمد حسين ده اكبر مقاور شراكة مع الدولة في الرصف بتاع مصر دي كلها قال لي انا المهندس وقل ابو القاسم المهندس جمال التوني كل دول قالوا لي يا ريت ياخدوا البيانات ديت ويجون احنا محتاجين شباب بس الشباب عايز يا رهندس عايز كورسه ويقعد في مكتب لا كل واحد عايز يتعين تبع الحكومة لا فيش اني كانت استثمار بتدي مرتبات كويسة ومش شرط انه تضاوى في الحكومة مش لازم يكون حكومة عايز لو هو رياضي يروح للكابتين يبرين فرحات يدربه ويختبره وقتنا الجميل خلص وبجد احنا مستمتعين قوي قوي وكان وقت شايق جدا جدا مع القامات والقيادات الهمة والعامة والسطينة اللي قاعدة موجودة معانا بنشكركم طبعا وبنشكر السادة المشاهدين ويا رب نكون برنامجنا خفيف وظريف عليهم ونتمنى اني ننال اعجاب بحضراتكم ونشوفكم في الحلقة التواضيبة واوقات معانا اشتركوا في القناة